مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا مخذوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر في الى واحد ايماني واحد وملوه شي تاني حبني ومت على شاني ومش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاج التفسير انا حشرح ليك وافصر ارضوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر انا انا مش كافر مشاهدين الاحباء في كل مكان في العالم من خلال قناة القرمة برحب بكم وحلقة جديدة من برنامج انا مش كافر النعمة والسلام للجميع بنعمة رب عندنا موضوع مهم جدا نهاردة عشان كده بناشد كل اخ مسلم انه يستمع جيدا لهذا الموضوع لانه هيفرق كتير جدا في فكره في بحثه ان كان مخلص فعلا وبيبحث عن الحق ان كان عايز يعرف شخصية المسيح ان كان عايز يعرف منين القرآن استقى معلوماته حول لهوية المسيح وصلب المسيح نهاردة حلقة يعني مختلفة جدا فهي حلقة لكل شخص مسلم باحث هتساعدك في بحثك هي حلقة لكل شخص بيكرز لاخوتنا المسلمين هيعرف نقاط كتيرة جدا وآيات كتيرة جدا في القرآن بتتناول الإيمان المسيحي هيعرف مصدرها ايه ومنين محمد او ايه المصادر او الافقار اللي كانت متواجدة في الوقت ده واعتمد عليها محمد في فكر القرآن وفي الآيات اللي تناولت موضوع لهوة المسيح وصلب المسيح نشكلة النهاردة حلقة البرنامج بعنوان ضلالات قرآنية حول لهوة المسيح وصلبه في البداية قبل ما نبدأ موضوعنا ونتكلم في الموضوع خلونا نصلي وما زينا بنصلي لأجل إخواتنا في سوريا وتركيا خلونا نصلي يا جماعة ونستمر لأن الوضع صعب جدا 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 وذيما قلت في الحلقة السابقة أنه الأسبوع الماضي أنه يعني كم كبير جدا من رسائل اللي بتوصل لنا عن يعني أن الوضع صعب فوق ما تتخيلون النهاردة كم يعني بيكلمني شخص في شمال سوريا وهو ساكن في منطقة تبعه ريف إدلب بيحكي عن المقاسي اللي هم عايشين فيها لا بيوت والمخيمات والخيم اللي هم ساكنين فيها ما عادتش تصلح ولا في أي حاجة ولا مساعدات وصلة ليهم وعنده سبع أفراد وهو يعني الأسرة مقوناة من سبع أشخاص وهو يعني عنده مشكلة في الظهر تمنعه أنه اشتغل عمل عمليات كتيرة جدا وكان أصيب بطلق ناري ده نموذج للوضع الصعب جدا اللي متواجد في شمال سوريا والمتواجد أيضا في المخيمات اللي موجودة في تركيا الزلزال لم يفرق ما بين مسلم ومسيحي والرب علمنا أنه لما نصلي نصلي لأجل الجميع الرب طلب مننا أنه قبل كل شيء أن تقام صلوات وطلبات وابتهلات وتشكرات كان بيقول لنا كده لأجل الرؤساء والذين هم فيه منصو ولأجل جميع الناس لكي نقضي حياة مطمئنة وهداء في كل تقوى وقار الكتاب لما قال لنا نصلي ما قال لناش نصلي لأجل فئة معينة الكتاب لما قال لنا أن احنا نتحرك بالرحمة ما قال لناش نتحركوا بالرحمة لأجل جميع فئة معينة لكن الكتاب علمنا أن نصنع الخير للجميع ونصلي للجميع عشان كده يا جماعة خلونا نصلي لأجل الأسر اللي فقدت أعذاء في سوريا وفي تركيا نصلي لأجل للمصابين والجرحة نصلي لأجل فرع الإنقاذ وعملهم نصلي لأجل المساعدات والناس اللي بتقدم مساعدات والناس اللي شغال على الأرض تحاول تساعد الناس دي أنه فعلا فعلا كل حاجة توصل لكل شخص محتاج نصلي أن رب يرسل يعني أو ينهد القلوب الرحيمة أنه يمدوا يد العون لإخواتهم في سوريا والعراق أيضا خلونا نصلي لأجل بلادنا أخبار كتيرة متنقلة احتمالية حدوث ذلزال في مصر في لبنان في أي مكان نصلي بالحماية على منطقتنا وبلدنا نصلي أن رب يحفظ بلادنا مصر العراق سوريا بلاد الخليج اليمن الأردن لبنان الفلسطين الأراضي المقدسة شمال أفريقيا ليبيا تونس الجذائر المغرب بريتانيا السودان شمال وجنوب الصومال جيبوتي كل المنطقة دي أن رب يحفظ أثيوبيا أي ضرر أو أي زلزال ممكن يحدث في المنطقة دي هيخلف وراه أعداد كبيرة جدا نحن طبعا المتابعين للإحصائيات الخاصة بالزلزال سوريا والعراق سوريا وتركيا متأسف الأعداد وصلت فوق ما تتخيل يمكن تجاوزة 30 ألف البلدين وأكتر بخلاف عدد المصابين أعداد كبيرة جدا بخلاف المزال وموجودين تحت الأنقاض خلونا نصلي لأجل موضوع الحلقة لأجل قناة القرمة لأجل كل فريق العمل خلونا نصلي يا رب احنا عنينا شخصة عليك يا رب وحدك طالبيناك يا رب لأنه مكتوب أنك سامع الصلاة إليك يأتي كل بشرة مكتوب أيضا يا رب أن أعين الكل إياك بتترجع وإحنا جايين لك يا سيدنا الرب لأنه عارفين يا رب أن محبتك لجميع العالم وعارفين أن رحمتك للكل مراحمك هي على كل أعمال يديك يا رب أنت بار في كل طرق يا رب نصلي لأجل إخواتنا في سوريا وتركيا نصلي لأجل أنك تعزي لقلوب المجروحة الحزينة اللي فقدت أحباء يا رب الأطفال اللي أصبحوا يتامة يا رب وفقدوا والديهم وأباءهم يا رب نصلي لأجل الأباء والأمهات اللي فقدوا أولادهم في أحداث زي دي صعب يا رب نصلي لأجل المصابين نصلي لأجل الظروف الصعبة اللي متواجد فيها الآلاف في شمال سوريا وجنوب تركيا يا رب صلي أيضا لأجل أنك تحفظ بلادنا تسايد حواليا من كل جهة أنك تحفظ من أي يا رب حدوث كوارث طبعية ممكن تخلف وراءها يا رب عشرات الألاف من القتلة صلي يا رب وأنت تعلم حال بلادنا يا رب من الأبنية الضعيفة من الظروف الاقتصادية الصعبة بلادنا مش متحملة لحادثة زي دي يا رب أذكر يا رب منطقتنا من المحيط للخليل نصلي يا رب أنه نورك يشرك على هذه المنطقة يا رب ونعمتك تغمر الكبير وصغير وصغير وكبير وأن الجميع بلا استثناء يا رب يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك يا رب نصلي أنه خلاصك يا نعم بيه الكثيرين يا رب في اسم الرب يسوع ونصلي يا رب أنه تستخدم كل مواضيع بنتناولها تكون سبب بركة وخلاص للكثيرين ولا سيما من أحبائنا وإخواتنا المسلمين أبعنا نصلي ونهضي كل سجود وحمد وشكر قلوبنا لشخصك المبارك في اسم رب يسوع المسيح آمين القرآن بيحتوي على مواضيع كثيرة جدا من خلالها بيتأكد لنا أن القرآن لا يمكن أبدا أن يكون كتاب موحى به من الله كما يدعم ويعتقد إخوتنا المسلمين مما يدل على أنه كاتب القرآن هو إنسان ومما يدل على أنه هناك مصادر كثيرة متعددة استقى منها القرآن معلوماته وقصصه وحكاياته قصة أو موضوع عن توقف قدامه بنعمة الرب النهاردة وهو ضلالات قرآنية حول لهوت المسيح وصلبه عشرات الآيات الموجودة في القرآن اللي بتقفر المسيحيين وعشرات الآيات اللي بتنفي في القرآن عن أن يكون لله ولد والآية الشهيرة أو الصورة الشهيرة اللي هي صورة الإخلاص اللي بتقول في آياته اللي دايما المسلم بيعتقد أنها بتتكلم عن الإيمان المسيحي مع إن المفاجئة اللي لاجب أن ينتبه لها كل مسلم بيشاهدنا إن كلمة المسيحيين أو الإيمان المسيحي أو المعتقد المسيحي كلمة المسيحيين ككلمة غير مذكورة نهائيا في القرآن الكلمة الكلمة المستخدمة أكتر في القرآن واللي قررت فوق الخمستاشر مرة في القرآن هي كلمة نصارى فهي دي الكلمة الشهيرة في القرآن وده يدل على إن القرآن كان بيتعامل مع فئة معينة موجودة في شبل جذيرة العربية وهي نصارى نجران أو النصرانية الأبيونية لكن من الواضح من الآيات التي تناولها القرآن من جهة ما يعتقد المسلمون أنه بيكلم عن إيمان المسيح من الواضح أن القرآن كان متأثر بهارتقات كانت متوجدة في شبل جذيرة العربية كون أن القرآن ينفي أو يحاول ينفي عن أن الله ولد معناه أنه خلفية معينة وكون القرآن يتساءل أن يكون الرحمن ولد ولم تكن له صاحبة معناه أنه كان فيه فكرة معينة سائدة على المجتمع في ذلك الوقت في شبه الجذيرة العربية وكون أن القرآن ياخد نص معين صحيح أن النص له تواجد سورياني وكان السوريان بيتلوه ويقولونه بطريقة معينة المسحين السوريان لكن القرآن خد النص ووظفه بطريقته واعتقد أنه من خلاله بينفي عن أن الله ممكن يولد ويتولد الصورة الشهيرة اللي دايماً المسلمون بيستخدموها باستمرار اللي هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاً أحد مش هتكلم من أرضه عن الخلفية السريانية لهذه الصورة ولا هتكلم عن مفردات هذه الصورة لكن أنا أتكلم عن موضوع مهم جداً إيه لها ارتقاط اللي كانت متواجدة في شيء بالجزيرة العربية وتأثر بها القرآن وتناولها القرآن واعتقد أنه هو ده الإيمان المسيحي أو هو ده نظرة المسيحيين للمسيح والحقيقة أنه أنا بقول نظرة المسيحيين للمسيح لأنه ده الاعتقاد السائد في فكر المسلمين ومفسر القرآن على مر العصور من أكتر من 1440 سنة لكن اللي أقوله أنه هو ده الفكر السائد للنصرانية بمذاهبها المختلفة بأفكارها المختلفة اللي كانت متواجدة في شب الجزيرة العربية النهاردة هقف قدام خمس أخطاء أو خمس ضلالات أو خمس بدع تأثر بها القرآن والإسلام وكاتب القرآن ومحمد وتناولها في القرآن وده بتجمع لنا الآيات اللي تعامل بها محمد من جهة شخص المسيح نحن عارفين أن النصرانية كانت منتشرة بمذاهبها المختلفة في شب الجزيرة العربية وأكتر البدع اللي كانت منتشرة في شب الجزيرة العربية هي النصرانية الأبيونية اللي كان يعني بينتمي ليها وبينتسب ليها ورقة ابن نوفل وليس ورقة ابن نوفل فقط اللي هو ابن عم خديجة لكن كان بينتسب إليها وينتمي إليها هذا الفرع من عائلة قصي بن كلاب قصي بن كلاب كان عنده فرعين رئيسيين الفرع الأول اللي هو عبد العزة والفرع الثاني اللي هو عبد مناف فرع عبد العزة خرج منه أسرة معينة أو تجمع معين انتشرت فيه النصرانية الأبيونية وفرع عبد مناف اللي هو جي منه هاشم وبعد كده عبد المطالب وبعد كده عبد الله وبعد كده محمد إذن فرع عبد العزة وفرع عبد مناف بيلتقوا عند قصي بن كلاب معناه أنه الفرع ده يعني إخوات في الأصل معناه أنه فيه صلقة رابعة من في الجد الرابع بالنسبة الورقة والجد الخامس بالنسبة لمحمد اللي هو قصي ما بين ورقة ومحمد وبين خديجة ومحمد وما بين عثمان بن حويرس ومحمد النصرانية الأبيونية انتشرت في فرع عبد العزة فانتم لها ورقة بن نوفل انتم لها عثمان بن حويرس بن أسد بن عبد العزة وانتم لها خديجة واللي لازم يعرفه كل مسلم بيشهدنا وده تاريخ احنا بنكلم تاريخه بنكلم اللي موجود جوه الكتب اللي لازم يعرفه كل مسلم بيشهدنا ان محمد في ذواجه او عندما تزوج خديجة تزوج خديجة على مبدأ النصرانية الأبيونية عشان كده لم يتجرق محمد ان يتكلم عن تعدد الزوجات اللي جاء في صورة النساء اللي هي في السنة التانية من الهجرة في المدينة لم يتجرق محمد ان يذكر هذا الامر او ان يعدد زوجات على خديجة اثناء حياة خديجة ليه لان زواج محمد كان ذواجا نصرانيا أبيونيا وعشان يتم مراسم الزواج ما بين محمد وخديجة بالمذهب وبالفكر النصراني الأبيوني على يد القص ورقة ابن نوفل كان لابد ان يقوم ورقة ابن نوفل بعمل امره مهم جدا من جهة محمد لان محمد في ذلك الوقت وهو البالغ من العمر واحد وعشرين سنة حسب بعض الروايات وثلاثة وعشرين سنة حسب بعض الروايات وخمسة وعشرين سنة حسب المعلوم في الوسط الشعبي وبعض الروايات في وسط المسلمين مش اقف عن السن لان ده مش موضوع انا ما بكلمش النهاردة عن سن محمد لكن عايز اشير الى نقطة معين الى ان وصل محمد الى سن الخمسة وعشرين لم يكن محمد يدين بدين معين فكان محمد على حسب فكر وميول اباؤه لكن كان متأثر بمجموعة المثقفين اللي موجودين في مكة وشعاب مكة في ذلك الوقت وكان بيحاول ان هو يلتصج بيهم ويتودد ليهم ويقترب ليهم وده كان اكتر بعد زواجه من خديجة وده اللي قاله القرآن ووجدك ضالا ضالا يعني ما كنتش على دين حق ما كنتش في الطريق الحق كنت ضال بعيد عن الله بعيد عن الله يعني كان حسب عادات اباؤه وديانة اباؤه وافقار اباؤه ومعتقدات اباؤه وتقاليد اباؤه عشان محمد الجزور وثنية وينتمي الى الفرع الابن قصي الوثني عشان يتزوج من امرأة تدين بدين الابيوني وعشان يوافق ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة ان يزوج او يقيم مراسم الزواج ما بين محمد اللي خلفيته وثنية وما بين خديجة اللي ايمانها وانتماءها وانتسابها الى النصرانية الابيونية هنكشف سر وده مش موضوعنا النهاردة لكن عندي من الادلة كتير جدا نبقى نعمل عليه حلقة فيما بعد ان ورقة ابن نوفل قد عمد محمد فلا جواز يحسب زواجا فلا زواج يحسب زواجا ما بين شخص له اصول وثنية وخديجة المنتسبة الى النصرانية الابيونية ويتم هذا الزواج بصلاة ومبركة وتعهد واطلاق كلمات العهد على يد قص ابيوني او نصراني ابيوني بدون ما يكون فيه عماد عندنا من الادلة كتير جدا عندنا من الادلة كتير جدا اللي تثبت ان محمد تعمد على مذهب النصرانية الابيونية وده مش موضوعنا النهاردة هنفرد لي في وقت حلقة خاصة جدا حول تعمد او معمودية محمد على مذهب النصرانية الابيونية اركي الموضوع ده على جنب لكن اللي عايز منتشر في شبل الجذيرة العربية في ذلك الوقت افقار كتيرة جدا والناس كانت مطلغبطة بسبب البدع اللي تركت بلاد الشام لقوة الكنيسة هناك وتركت مصر لقوة الكنيسة وقوة الكنيسة الحبشية واختارت وفضلت انها تسكن في منطقة بعيدة عن نفوز الكنيسة في الشام ومصر والحبشة انتشرت البدع كان البدع الاكبر واللي هي نصيب اكبر هي النصرانية الابيونية وراها على طول كانت هناك البدع المريمية وهنكشف عن بعض البدع اللي كانت موجودة في شبل الجذيرة العربية واللي تأثر بها محمد واللي من خلالها بنشوف يعني الايات القرآنية اللي بتتناول لهوت المسيح دي ده مصدره ايه وجاي من ايه هنقسمها في خمس نقاط رئيسية وهنمسك نقطة نقطة لكن انا بقول لاخوات المسلمين عشان كده النهاردة فضلت ان الحلقة دي تكون بدون التليفونات او مدخلات تكون حلقة يعني مخصوص للموضوع ده لان ارى ان الموضوع ده اهمية كبيرة جدا ونفسي الناس تسمعوا واتبعوا بدون زحمة التليفونات وان حد يدخل ياخدنا في حتة تانية او موضوع تاني او حاجة زي كده هسمي الخمس مواضيع تحت مسمى ضلالات ضلالات ليه لانها مصدرها جاي من ضلالات وارتقات فكلمة ارتقى يعني تعليم مضل تعليم مخلفة للانجيل مخلفة لتعليم الرسل عشان كده هسمي كل جزء من الاجزاء الخمسة اللي احنا نتوقف قدامها تحت مسمى ضلالات الضلالة الاولى اللي جاءت في القرآن وهنا الضلالة الاولى بعيد عن لهوت المسيح لكن بتتعامل مع نسب المسيح واصل المسيح فبتلغي انتساب المسيح الى صبت يهوذة الملك لان المسيح كان يجب ان يكون من صبت يهوذة الملك فهو اصل داود وذرية داود وجعلته ينتسب الى صبت لاوي وده انا اعتبر هذا الامر يعني تدخل شيطاني ايمان الشخصي انه هناك عوامل كتيرة جدا ادت الى تكوين القرآن عوامل افكار كانت منتشرة في البيئة عوامل شخصية محمد هو بيستمع لكن انا ارى انه اه صحيح تعددت المصادر اللي اعتمد عليها القرآن سواء قتب التلمود بحكاياته المختلفة باجزائه المختلفة سواء قتب كتاب انجيل العبرانيين او انجيل متى العبراني اللي كان موجود في يد ورقة ابن نوفل وكان بيكتبه ويترجمه الى العربية سواء زردشتية عن طريق سلمان الفارسي اللي محمد قال عنه انه سلمان من اهل البيت سلمان من ومن اهل البيت وعائشة طرفة ان سلمان كان بيقعد يصهر مع محمد ليالي طويلة جدا يختله ببعض وده وده يدل على انه هناك تأثير كبير جدا من سلمان على فكر محمد وافكار محمد فتعددت المصادر اللي محمد كون منها وجمع منها القرآن صحيح ان فيه جزء كبير جدا من القرآن يتناول مواضيع تخص محمد وغزوات محمد ومعاملاته مع اليهود ومعاملاته مع زوجاته ومواريس وحاجات لكن فيه جزء تاني لما بنجي نتناوله ولا سيما ما يتناول قصص الاولين نجد ان المصادر اللي تناولها محمد مصادر متعددة مش مصدر واحد مصادر متعددة لكن رغم وجود المصادر المتعددة اللي اعتمد عليها محمد فيه كتابته للقرآن وتجميعه مش عايزة اقول كتابة تجميعه للقرآن او صياخته للقرآن لكن انا ارى ان المصدر الرئيسي الذي كان يقف وراء القرآن هو الشيطان انا اقول هذه العبارة او هذا اللفظ على مسؤولية الشخصية ارى ان الشيطان هو المؤسس الرئيسي والاساسي للقرآن هو المصدر الاول والاساسي للقرآن يقف خلف القرآن واحد يقول لي تب ما هو القرآن بيلعن الشيطان وبيكفره وبيعمله وبيستعيذ به كل ده كلام يعني مالوش لازمة ابلس خدع ومقار وبيعرف يخدع الناس مش هيجي يقول لهم انا حلو في القرآن ابليس مش هيطوله في القرآن ويقول انا جميل وحلو مش هيقول الكلام ده هيقول الجزء ده ان يخوف الناس من الشيطان وكأنه هو العدو وهو العدو المبين لكن في نفس الوقت هيبث سمومه هو ده دايما حيلة الحية باستمرها ومكر الحية باستمرها لكن تعالوا نشوف المز عشان كده انا ليه بقول ان الشيطان وراء القرآن لان قصد الشيطان انه يهتم بموضوع انا متأكد انه لا يمكن كان يخطر على بال محمد ايه هو الموضوع ده انه يحول انتساب المسيح من صبت يهوزة الى صبت لاوي ليه عشان يخلي المسيح مجرد نبي من صبت يقول لك ما طلع منه موسى وطلع منه هارون وطلع منه من صبت عادي ليه لانه الشيطان عارف ان انتساب المسيح بصبت يهوزة يعني انه هو الملك الموعود هو المسيح هو اصل وذرية داود عشان كده الدلالة الاولى انا سمتها جعل المسيح من صبت من آل عمران من صبت لاوي عائلة عمران ومريم وهارون خلونا ناخد كلمة آل عمران في القرآن واطرح بعض الاسئلة عشان ننتقل الى الدلالة التانية لتخص لهوزة المسيح في صورة آل عمران اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين بيقول القرآن ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليهم يبقى اذا هنا القرآن بيقول في صورة آل عمران انه في قو او صبت او مجموعة ناس تنتمي لعيلة وتعسف اسمها عائلة آل عمران الآية التانية وراها على طول في نفس الصورة آل عمران خمسة وتلاتين وستة وتلاتين بتقول ايه يعني احنا شفنا الاول ان رأس العائلة اسمه آل عمران الآية التانية بتقول ايه اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الزكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعوذها بك اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم آل عمران خمسة وتلاتين وستة وتلاتين الآية التانية اللي في صورة آل عمران مش بس كلمة عن عائلة آل عمران لكن الآية التانية قالت لنا عن اسرة جوه عائلة آل عمران الاسرة دي اسمها عمران وهو ده عمران التاني يعني احنا عندنا عمران اول اللي هو متسمي على اسم العائلة عائلة آل عمران وعمران تاني عشان ما حاجش يلغمط ما بين الاتنين يعني عندنا اتنين عمران عمران الاول اللي هو رأس العائلة آل عمران وعمران التاني اللي هو حسب نص القرآن مفترض أن يكون أب مريم علشان كده قالت امرأة عمران يعني أم مريم اسمها امرأة عمران الكتاب لم يذكر أو متأسف مش الكتاب القرآن لم يذكر اسمها محدش يتوه مننا يا جماع يبقى لما اسأل السؤال كم عمران في القرآن هم اتنين واحد اللي هو رأس العائلة هنشوفه أبو مين دلوقتي واحد تاني بعد سنوات من عمران رأس العائلة اسمه عمران برضو بس يفصل ما بين عمران الأول وعمران التاني مئات السنين عمران التاني هو أبو مريم وامرأة عمران هي أم مريم ده حسب نص آل عمران القرآن بيأكد ده في سورة التحريم آية 12 وبيقول كده ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فالقرآن بيقول أنه أكد في سورة آل عمران أنه مريم هي ابنة عمران وأمها حسب مسمى القرآن امرأة عمران والقرآن يؤكد تاني يعني عايز أقول أنا مش غلطان عايز أقول أن المعلومة بتحتي أنا بقصدها بقصد المعلومة دي فالآية الأولى في الآلة عمران 35 مش جاية غلط لا ده بيؤكده في سورة التحريم وبقول كده ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها والقرآن بيقول في سورة مريم بيدخلنا فرد ثالث يبقى احنا عندنا يا جماعة شخصين اسمهم عمران ما حد يشتون مني شخص الأول رأس العائلة الشخص الثاني اسمه عمران برضو بس ما بين الشخص الأول والشخص الثاني مئات السنين الشخص اللي يهمنا بقى الشخص الثاني اركن الشخص الأولاني دلوقتي اللي هو عمران رأس العائلة هنرجع له بعد شوية اللي يهمنا الشخص الثاني اللي هو عمران عمران ده أسس أسرة الأسرة دي بتتكون من مين من عمران وزوجته والبكر اليمين مريم الدليل على أن مريم هي البكر الدليل الآية اللي أنا أردها من شوية قال أمران 35 و36 إذ قالت امرأة أمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أنك أنت السميع العليم وواحد يقول لي فين الدليل هنا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وحد يقول لي فين الدليل أن مريم هي البكر هي الطفل الأول المولود الأول لأمران وزوجته فين الدليل هنا فين الدليل هنا كلمة النذر حسب العرف اليهودي وحسب العهد القديم لا تجيز إلا على البكر في خطأ قرآني هقوله بعد شوية انتظر يا مسلم القرآن هنا وقع في خطأ كبير جدا جدا في عبارة النذر ده لكن خلينا أقول أنه عشان تقول امرأة أمران ربي إني نظرت لك ما في بطني ما ينفعش تنزر التاني أو تجعل من التاني أو المولود التاني أو المولود التالت أو المولود الرابع النذير النذير لابد أن يكون المولود البكر النذير لابد أن يكون الأول هو النذير فده يدل على إيه أن مريم هي المولود الأول والطفل الأول لعائلة أمران حاجة تانية قال ومريم ابنة عمران خلاص أكد القرآن في سورة التحريم 12 أن مريم ابنة عمران لكنه فاجأ في سورة مريم 27 28 بيقول كده عن مريم لما حملت ووضعت المسيح حسب رواية القرآن فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك سوء وما كانت أمك بغيا هنا فجئنا بشخص رابع رابع ينضم إلى عائلة عمران مين يا أخت هارون هنا فيه مطب قبل ما أقول المطب هنا أصبحت المسمى الثاني عمران اللي هو رقم اثنين له أسرة تتكون من أربع أفراد حسب النص القرآن الفرد الأول الأب عمران الثاني الأم امرأة عمران القرآن ما قالش اسمها ما بيسميش أسماء السيدات في القرآن بالإشارات أو تلميح فقط اسم مريم الثالث مريم وهي البكر حسب النص القرآني الرابع هارون جي إمتى هارون ما نعرفش بس الواضح من النص القرآني أن هارون أصغر من مريم طيب نفاجع بآية ربعة يبقى كده آية رقم كام رقم خمسة يبقى أن عائلة آل عمران في سورة آل عمران 32 و 33 قلنا ده الرأس العيلة قلنا عائلة آل عمران رقم 2 عمران رقم 2 في آل عمران 35 و 36 قلنا أن مريم هي البكر سورة التحريم آل عمران برضو 35 و 36 والتحريم 12 قلنا الفرد الرابع أو العضو الرابع لعائلة آل عمران اللي هو هارون في مريم 27 و 28 في آل عمران 37 يدخل لنا مفاجأة إيه المفاجأة و كفلها ذكرية كلما دخل علي ذكرية المحراب و أجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله هنا في سورة آل عمران 37 يدخل لنا شخصية ذكرية ذكرية اللي هو مين يا جماعة أبو يحيى ما له ذكرية تكفل بمريم يعني تكفل بمريم أصبح هو المسؤول عن تربيت مريم تفين هارون ما نعرفش تفين عمران أبوها ما نعرفش لكن الواضح من سياق النص القرآني أن عمران أبو مريم و أمها أيضا قد ماتوا في طفولة مريم ليه لأن أصبح ذكرية هو الكفيل و المتكفل و المتعحد لتربيت مريم فلو كانت أم عمران موجودة كتربة مريم فما يام أرامل كتير في إسرائيل ربه أولادهم و بناتهم ولو كان عمران موجود كالرب مريم السؤال بقى فين هارون هنا فين هارون ليه هارون مش هو المتكفل بخته حتى لو أبوه أمه ماته كما هو أصبح شاب ليه هو المش متكفل بمريم عندنا لغز غموط في القرآن شوفوا جماعة القرآن كتاب مليان بالغموط ليه لأنه بينقل حكايات مش بياخد واحد فلأنه بينقل حكايات موجود فيه ثغرات كتيرة و غموط كتير جدا طيب عندنا مشكلة بقى في آلة أمران اتنين واربعين واربعة واربعين الكتاب متأسف هو مش كتاب الكرآن بيقول له محمد ايه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يعني خلينه بيقول له محمد ده أنا بجيب لك الغيب اللي أنت ما تعرفوش طبعا هو مش جايب غيب هو جايب حكايات حكايات سمعة حكايات منقولة هو جايب من أناجيل منحولة وسبق وعملنا حلقة عن الأناجيل المنحولة لكن خلينا نمشي وراء النص القرآن ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد المفروض يا محمد مش موجودة في النص نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون هنا عندنا معلومة خمسة أضفها القرآن من الأناجيل المنحولة لكن بتقدم لنا معلومة خمسة تحط القرآن في مشكلة كبيرة جدا إيه المعلومة الخمسة بيقول أنه الناس احتارت من يكفل مريم وتخصمه ده يقول أنا وده يقول أنا وده يقول أنا وده يقول أنا تخصمه ونتيجة ليه الخصام والشجار اللي حصل ما بين الناس بدأوا يعملوا قرعة إذ يلقون أقلامهم يعني يعملوا قرعة طبعا كلمة أقلام دي كتب التفاصيل الإسلامية عملت عليها حكايات وأساطيع وده مش موضوعنا أرادوا أنهم يكفلوا مريم فحصل اختصام وشجار من يكفل مريم وقعت القرى على زكريا لكن زي ما قلنا في آلة عمران سبعة وثلاثين وكفلها زكريا لكن هنا عندي أسئلة عندي تأكدات وعندي أسئلة حسب النص القرآن تأكدات أنه طالما أنه حصل اختصام من يكفل مريم معناه أن عمران وامرأته مش موجدين لكن سؤالي ليه وصل الأمر أن مريم تبقى وحيدة ومحتاجة من يكفلها ولدرجة أنها صعبة على الناس والناس كلها قاعدوا يتخصموا من يكفل مريم بمعناها ما لهاش عم ما لهاش مش عارف إيه طيب فين هارون دا مش هارون دا المفروض أخوها يا أخت هارون فين هارون في الحكاية ليه ما كفلش مريم ليه مش هو المسؤول عن مريم فين هارون في الحكاية اللي تخلى الناس مضطرة أنها تتخاصم وتتشاجر وتطلب كفالة مريم وتضطر أنها تأمل قرعة يلقون أقلامهم وترسل قرعة لزكريه فين هارون في الحكاية الحكاية نقصة الحبكة بتاع القرآن فيها مشكلة نقصة فين هارون في الحكاية أقول أن الحكاية كلها ملاش وجود أن الحكاية كلها حكاية مصاطب وحكاوي سماعة محمد من يهود من نصارى مش عارفين الحكاية فين ولا ماش أزاي واتحكت لمحمد ومحمد كتب عشان كده فيه ثغرات فيه ثغرات في الحكاية نقصة فيها ثغرات كتير جدا دا ما يخص ارتباط ارتباط مريم بعمران وده ما يخص العائلة رقم اتنين المسمى بعائلة عمران أقرر وفي التكرار إفادة لعمران امرأة عمران مريم البكر هارون هارون اختفى ومش عارفين له أصل ولا فصل وليه ما كفلش مريم أسئلة كتير جدا لكن نرجع بقى لعمران رأس العيلة ما احنا قلنا فيه اتنين عمران في القرآن عمران رأس العيلة اللي قال عنه في اهل عمران 32 ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران ده اهل عمران مين اهل عمران ده نروح لسورة مريم 51 و53 واسكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا اخاه هارون نبيا يبقى هنا عائلة عمران رقم واحد اللي في القرآن قال عمران 32 هاللي قابت تتكون من مين عمران وطبعا زوجته وموسى واخوه هارون يبقى عندنا كم فرد في عائلة عمران رقم واحد اربعة محمد نبي الاسلام قال عن موسى واكد ان موسى ينتسب الى عائلة عمران يقول كده ما اخرجه الحاكم عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي قال موسى ابن عمران صفي الله وما اخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله حسب الرواية الاسلامية هو مش رسول الله بس انا وقرأ ليك الحديث حسب ما هو مكتوب مررت ليلة اسرية بي على موسى ابن عمران عليه السلام يبقى احنا كده عندنا عائلتين كل واحدة فيهم تحمل اسم عمران وكل واحدة فيهم لحد دلوقتي متكونة من اربع اشخاص العائلتين العائلة الاولى عمران رقم واحد متكونة من عمران وزوجته وموسى وهارون فيه فرض هيدخل بعد شوية خلينا نأجله العائلة التانية عمران وزوجته ومريم البكر وهارون المختفي من المشاة يعني عندنا هارون متقرر مرتين حسب النص القرآن مرة في عائلة عمران رقم واحد ومرة في عائلة عمران رقم اثنين المشكلة بقى ان الكتاب المقدس بيغبرنا ان موسى وهارون لهم اخت اسمها مريم فهل ده تشابه اسماء للدرجة دي ان عمران رقم واحد عنده هارون ومريم وعمران رقم اثنين عنده مريم البكر وهارون همش ورا الافتراض الاسلام فيه اخطاء الخطأ الاول ان القرآن بجهله وانا بقول الكلام ده على مسئولية الشخصية القرآن بجهله وكاتب القرآن بجهله للنواميس اليهودية وشريعة النزير لم يدرك ان النزر لا يقع الا على البكر من الزقور مش من الاناث ودي مشكلة كبيرة جدا فكيف للقرآن ان يضع على لسان امرأة عمران وهي انسانة يهودية ومتعلمة وعرفة الشريع وعرفة اصول النزر وعرفة ان الشريع اليهودية بتقول ان النزر يقع على البكر من الزقور كيف تقول اني نذرته ما في بطني صحيح هي قالك كده نذرته ما في بطني كانت معتقدة ايه انه يطلع ولد بس طلع بنت ازاي تبقى نزيرة طلع بنت ازاي تبقى نزيرة رقم اتنين فين هارون لم يكفل مريم يا اخت هارون فين هارون فين هارون في الموضوع ده لم يكفل مريم رقم ثلاثة حسب النص الانجيلي والتقليد المسيحي عبر الاباء لم يكن لم يكن مريم اي اخوة فده خطأ تاريخي ينسف بالكامل اعتقاد المسلمين لوحي القرآن ينسفه بالكامل الخطأ الاولاني لما ظن القرآن ان النزر يقع على اي حد فقالت امرأة امرأة ربي اني نذرته ما في بطني رقم اتنين الخطأ انه وضع هارون ومريم ما لهاش هارون رقم ثلاثة انه خلى زكريا والناس يختصموا على كفالة مريم مع انه وضع اخي لها اسمه هارون رقم اربعة انه القرآن لم يستطيع التفرق ما بين عائلة امرأة حسب التوراة والعهد القديم ابو موسى ولم يعرف يفرق ما بين عائلة مريم اتنين الصبت مختلف لانه مريم تنتمي الى صبت يهوزة لانه يجب ان يكون المسيح من صبت يهوزة ليه ليكون ملك فغير في الصبت هل ده مقصود اه مقصود ليه لانه وراء شيطان ليه لانه شيطان مش عايز المسيح يطلع من صبت يهوزة مش عايز الملك اللي بتنتظر الامة مش عايز اصل داود وزرية داود عايز ينتسب الى اي صبت عادي صبت كانوتي صبت خدم عادي مش عايز ملك فده الخطأ الاول هحط سبع اسئلة ارجو من اخواتنا المسلمين انهم ينتبهوا لي السؤال الاول وانا قلت للسبع اسئلة شرحت بس هحط ملخص المغلطة او الضلالة الاولى والخطأ الاول في القرآن لخصتها في سبع نقاط مش اسئلة سبع نقاط واحد واضح من سياق الايات القرآنية ان زوجة عمران لم يكن لها اولاد سوى مريم خلص رب اني انظر ثم ما عنداش اولاد تانين وبهذا يكون واضح ايضا ان مريم هي الابن الوحيد والبكر لعمران ولهذا قد وهبت امها لكي ما تكون نذيرة لان النذر للبكر فقط تلاتة وبحسب رواية القرآن يتضح لنا ان عمران وامرأة عمران والدي مريم قد مات وهي صغيرة حسب نص القرآن ودلالت ذلك ايضا اختصام الناس حول كفالة مريم بعد القاء الاقلام اصبحت في كفالة زكريا لا حسب نص القرآن اربعة وبهذا يتضح لنا ان عبارة اخت هارون حسب القرآن عبارة تدل على سقطة تاريخية وقطأ قاتل في القرآن ينسف فكرة الوحي القرآن مع انها تتناقض مع سياق القرآن نفسه كيف عبارة يا اخت هارون تتناقض مع سياق القرآن لان القرآن بيقول ان امرأة عمران قالت ما عنداش الا مريم ما عنداش حد تاني نزر النزر اللي يقع الا في البكر فما عنداش حد تاني خالص واضح ان بعد ما ولدت مريم مات عمران فهتخلف هارون منين من لاوة هتخلفهم منين جيبوا منين يعني ستة خمسة مع العلم ان القرآن قد سبق واشار على ان هارون هو اخ موسى ستة اثقابلنا رواية القرآن هذه يكون المسيح من صبت لاوي وليس من صبت يهوذ الملك سبع بالاضافة ان القرآن اظهر جاهله في ادعاء ان امرأة عمران قد نظرتها نظرت مريم والنزر للبكر وللذكر فقط سبع افقار لخصت بهم الضلالة الاولى في القرآن من جهة عائلة المسيح ونسب المسيح وحول نسب المسيح من صبت يهوذ الى صبت لاوي ده يدل على ايه يدل على ان القرآن كان بيستقيم معلوماته ويدل على ان القرآن لا يمكن ابدا ان يكون وحي من الله طيب واحد يقول لي كلامك انت بتألف بمزاجك وبتقول اللي انت عايز تقوله هل في دلالة على الكلام اللي انت بتقوله اه في دلالة على الكلام اللي انا بقوله فخلونا يعني نشوف فيديو للشيخ الشعراوي هيكون جاهز حالا فيديو للشيخ الشعراوي وهو بيكلم عن يا اخت هارون وشوفوا المسلمين بعد ما اروا والمفسر القرآن بعد ما اروا لقوا نفسهم في مطب فشوفوا ازاي بيحاولوا يطلعوا من المطب ده تعالوا نشوف الشعراوي بيحاول يفك المعضلة دي ازاي والاشكالية دي ازاي ومش الشعراوي بس هارضلكوا كذا شيخ نشوف جئت شيء أل Meredith يا أخت هارون يا أخت هارون مبالغة في التعيير مبالغة مين في التعيير يعني بيعيروا مريم لما يقولوا يا أخت هارون بيعيروها ولا أين طب بيعيروها ليه لقد جئت شيئا فريا حاجة غلط ازاي تحملي وانت مش متجوزة فبيعيروها بهارون طب هارون ده يعني تتعير به مريم ليه تتعير به مريم ليه فالشعراوي بيحاول يطلع من المطب ده بيحاول يخرج من المعذق المعذق اللي وضعه في القرآن نكمل شوف الغل رجع الشعراوي ولقى نفسه هو نفسه وقع في المطب فقال لك إيه ده نوع من التحقير أو التقليل يا أخت هارون يعني بيحقرها أو بيقللها بيسميها على أخت هارون ونجي على إيه ده أنت أخوكي متسمي على هارون النبي فأنت أخت هارون اللي متسمي على هارون النبي إذن كده الشعراوي في كلامه وقع واعترف لأنه النص القرآني رابطه إن المريم هارون أخي اسمه هارون متسمي على هارون النبي كان نفسي أكون موجود قدام الشعراوي وأسأله السؤال ده هارون ده أخو مريم جي إمتى إذا كان واضح من سياق القرآن إن عمران نفسه مات يأم أثناء حمل امرأة عمران بمريم أو بعد ولادة مريم جي إمتى اتنين لو كان مريم لا هارون ليه هارون ما تكفلش بمريم وسبها للناس تتخصم عليها وتشجروا عليها من يكفل مريم وعملوا قرآة واضطر أو وقعت القرآة على زكريا ليكفل مريم فين هارون هنا فين هارون في الحكاية دي الشيخ شعراوي نكمل تقريع يعني تقليع ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية السوء هو الرجل الذي إذا صحبتهنا لك سوء يصيبك سوء ما كان أبوك امرأه سوء وما كانت أمك بغية يعني الآن الأبو شكله كذا والأم شكله كذا من أين جاء بيادون؟ على أن نضح الأسر يؤثروا في الأبناء ساعة الإبن ما يشوف بيت ملتزم ويعيش في بيت ملتزم كده وفضل كده محضب الأناية يطلع إيه سيقول الحكاة دي مش من طبيعية وهي حاول الشعراوي أنه أنه يخرج يخرج من المأزق ولأ نفسه وقع في المأزق قال ده عملية تكريع عن تقليل وبعد كده قال ده أخوها متسمى على اسم النبي يا شيخ الشعراوي ورح معد الموضوع وحديث آقل للشعراوي يقولك أنه شعب إسرائيل كان بيحبوا يسموا هارون على اسم هارون النبي فمرة كان فيه جنازة كل المشين فيها كانوا اسمهم هارون اختراعات ليه؟ لأن القرآن وضع شيوخ المسلمين في مأزق كبير جداً فأصدت أننا نبدأ بفيديو الشعراوي عشان تشوفوا أن الناس دي يا جماعة ما عندهمش أي نوع من الردود اللي ممكن يردوا بيها أو يقدموا بيها كلام منطقي تعالوا نشوف رأيه تاني حواليه موضوع يا أخت هارون ونسمع الشيخ صالح المغامسي بيقول إيه عن موضوع يا أخت هارون نسمع؟ يا أخت هارون أولاً هذه مريم ظاهر ما بين أيدينا من أخبار أيوة وقصص عنها أنه ليس لم يكن لها أخ ذلك أن عمران والدها لما حملت بها أمها مات وهي حمل ثم لما غلدت يعني كلام اللي أنا قلته مش بختلقه من دماغي ولا أنا بألفه وهو الشيخ بيصدق عليه لأنه واضح من النص القرآني أن عمران مات أثناء حمل امرأة عمران بمريم حسب النص القرآني طبعاً دي كلها قصة خرافية فمنين هارون ده يا جماعة؟ جم منين يا أخت هارون؟ نشوف الشيخ صالح المغامسي يقولي نتهى أمها ولهذا قال القرآن وإني سميتها مريم وم اختصم الأشراف النبلاء العلماء من بني إسرائيل في كفالتها فجعل الله عز وجل كفالتها لنبيه الصالح زكريا قال ربنا فكفلها زكريا إذن ليس هناك أخ شقيق اسمه هارون قد يكون أخ من الأبي اسمه هارون هذا والد هيخترعوا بقى قصة هيخترعوا قصة شعراوي قالك لها أخ متسمى على اسم النبي ده رأي الرأي التاني هيقولك ربما بصوا هو القرآن لأنه فيه ثغرات وفيه غموض في كل حكاية بيحكيها القرآن فيقولك ربما يكون أنه أبو مريم اللي هو عمران كان متجوز وكان عنده ولد من زوجة تانية اسمه هارون يقولك ربما ده تفسير ليه لأنه فيه معزق أو خطأ قاتل موجود في القرآن ينسب فكرة إدعاء أن القرآن هو موحى به من الله نشوف أراء تانية يقولها الشيخ صلاح المغمس لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث المغيرة ابن شعبة إلى نجرعن إلى حصار نجرعن وهو عندهم سألوه كيف تقولون في القرآن يا أخت هارون وبين هارون وما بين موس وما بين مريم كذا سنة قال المغيرة فلم أدري ما أجيبهم به يعني صحابة محمد وقف قدامنا صارى نجرعن وهم يسألون كيف تقولون أن مريم أو ينادي القرآن على مريم يا أخت هارون وما بين هارون أخو موسى ومريم مئات السنين صحابة محمد وقفوا هيجيبوا منين جواب هم في معزق هيجيبوا منين جواب راحوا لمحمد يا محمد أنت وضعتنا في معزق خرجنا من المعزق ده انقذنا انتشننا من المعزق ده تعالوا نشوف محمد يرد عليهم إزاي لم يكن يعلم فلما قدم المغيرة من الشعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره قال له عليه الصلاة والسلام كما عند مسلمين في الصحيح قال له ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم لا بد أن نستصحب هذا الحديث النبوي ونحن نأخذ أقوال العلماء في معنى قول الله عز وجل هنا يا أخت هارون استصحابنا لهذا الحديث نستطيع به أن نقبل أقوالا وأن نرد وأن نرده قال بعض العلماء إن هارون هذا كان موصوفا بالفجور في بني إسرائيل فذكروا له محمد رد على المغيرة وقال له ألا تعلم أنه الناس كانت تحب تسمي أولادها بأسماء الأنبياء طيب إيه علاقة الرد هنا منت مردتش إيه علاقة مريم إن الناس بتحب تسمي أولادها بأسماء الأنبياء بيقولوا لك إن ما بين هارون ومريم ما قاتل سنين وما ينفعش لأن دي عيلة ودي عيلة ترد تقول لهم ألا تعلموا إن الناس كانوا يحبوا يسمي أولاده بأسماء الأنبياء ده رد ملوش علاقة طيب هارون ده يبقى يطلع منه يا محمد اللي انت كتبته في القرآن يقول لك بها أنا توقعت في مأذق ويسيب المفسرين يختروا أي تفسير يعني محمد لبس الأمة الإسلامية كلها والشيوخ المسلمين مأذق ومطب وقال لهم اطلعوا أنتم منه تعالوا نشوفي الشيخ صالح قالك الرأي الأول شعراوي قالك لها أخ حيص مهارون متسمى على اسم النبي الرأي الثاني شعراوي قالك ده ناس كتيرة جدا كانت في شعب إسرائيل اسمه مهارون وده معتاد فأي واحد صالح نسبوه إلى واحد صالح موجود في ذلك الوقت اسمه مهارون متسمى على اسم النبي ولأنه صالح وهي من بيت صالح نسبوه إليه الرأي الثالث الشيخ صالح المغامسي قالك لا ده عمران كان له ابن اسمه مهارون قبل ما تيجي مريم من زوجة تانية ده الرأي الرابع للشيخ صالح المغامسي أقولك لا ده كان فيه واحد شرير في المدينة اسمه مهارون ولأن العملة أنه مريم تدخل على قومها بولد بجنين بطفل فاعتبروا أن هذا الأمر فريع يعني شيء سيء شيء صعب فقالوا لها بقى أنت عملة زي هارون الشرير فأنت بعملتك أصبحت أخت هارون الشرير ده كلام يدخل العقل يا جماعة ده كلام يدخل العقل نكمل يا أخت هارون تشميها لها بهذا الرجل الفاجر حتى يكون نوع من التشميع عليها دون أن يكون هناك الأمر صراحة وهذا القول ذكره المام الطبري رحمه الله ولم ينسبه إلى قائل لكنه بعيد جدا لما مضى معنا من حليث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني قال بعض العلماء قد تكون مريم عليه السلام من ذرية هارون قد تكون مريم من ذرية هارون أخي موسى فيكون قولها قول أبن إسرائيل لها يا أخت هارون من باب قولنا يا أخ العرب يعني الرأي الرابع مش التاني لصالح المغمسي لأن الشعراوي الرأيين أو ثلاث أراء والشيخ صالح الرأيين يبقى كده خمسة ده الرأي السادس الرأي السادس بيقول إيه الشيخ صالح المغمسي قد يكون إنه انتساب مريم إلى هارون وهارون ده أخ موسى هو انتساب شرفي زي ما بنقول يا أخ العرب طيب يا شيخ صالح ليه القرآن نقى هارون بس مع إن اللي كان زائع الصيد ومشهور موسى ليه ما قالش عنها يا أختي موسى وهل الأمر يبقى بالصدفة والتشابق لهذه الدرجة صدفة تخلق تشابق لهذه الدرجة تبقى عائلة عمران الأولى موسى هارون مريم عمران وزوجته وعائلة عمران التانية عمران وزوجته ومريم وهارون برضو إيه جماعة ده إيه طيب ليه ما قالش يا أخت إبراهيم يا أخت إسحاء يا أخت يعقوب يا أخت موسى أي شمعنا هارون ليه نسب مريم لو ده انتساب شرفي ليه نسب هارون شمعنا هارون ليه مش موسى موسى هو النبي هو اللي تلقى الوحي هارون كان رئيس كأنا نكمل قبيلة العرب وقولنا يا أخ تمين للرجل إذا كان من تمين وهكذا يا أخت بني فراس أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لزوجته لأنها من بني فراس فيكون قولنا يا أخت هارون قول الله عز وجل يا أخت هارون محمول على هذا وهذا قوي جدا لكنني قلت إن الحديث النبوي لا يساعدنا على هذا الفهم لا يساعد بقينا أن نقول إن هارون هذا كان اسم رجل صالح في بني إسرائيل سمي هارون على اسم هارون عليه السلام سمي هارون هذا الذي كان يعيش في زمن مريم سمي على اسم هارون النبي أخي موسى وكان صالحا تقيا عابدا وكانت مريم تتشبه به بالطاعة والصلاح فلما قالوا لها يا أخت هارون قصدوا يا شبيهة هارون في العبادة يعني آراء مختلفة جدا 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 ومشاكل كبيرة جدا يصدرها القرآن لتابعي ومفسير القرآن لقوا نفسهم في ورطة ومأذق مش عارفين يحلوا هيحلوا إيه ولا إيه يا جماعة هيحلوا مشكلة كبيرة وقع فيها القرآن الناس والمسلمين مشكلة يا أخت هارون طيب إحنا النهاردة وصلنا إلى سبع أراء أو ستة أراء عشان تكون منصف الرأي الأول يا أخت هارون نوع من التقريع يعني نوع من التقليل إن كان فيه واحد شرير اسمه هارون ومريم لما دخلت بيت طفل اللي حملته وجاءت إلى قومها الناس قالوا لها يا أخت هارون نوع من التقليل دنتي يعني عملت شر زي هارون الشرير ده الرأي الأولاني الرأي الثاني إنه كان لها أخ اسمه هارون فعلا زي ما قال الشعراوي ومتسمى على اسم هارون النبي الرأي الثالث لا ده كان فيه واحد تقي في المدينة وصالح جدا اسمه هارون ومريم كانت بتتشابه بتقوها وصلاحها بهارون فكان بيقولوا لها انتسابا انتساب تقوى إلى هارون يا مريم يا اللي شبيهة هارون التقي إزاي يطلع منك كده ده الرأي الثالث الرأي الرابع قاله الشيخ صالح المغامسي والرأي الثالث ده اشترك فيه الشيخ شعراوي صالح المغامسي الرأي الرابع قاله الشيخ صالح المغامسي وقال كده إيه لا ده عمران كان لي يعني ولد تاني من حد تاني اسمه هارون فربما يكون يعني لها أخ فعلا الرأي اللي بعد كده فعليا أن مريم كان لها من أب وأمها أخ اسمه هارون يا جمعة نمش وراء مين ما تقولوها صراحة أن القرآن أخطأ بلد اللفة ويقولوا كده صراحة أن القرآن تدخل عليه ومعرفش يفرق ما بين عمران وعمران بدل الخطأ ده كله وبصراحة أبو مريم مش اسمه عمران ولا ليه أخ اسمه هارون ولا أم مريم اسمها امرأة عمران ده كلام منقول من حكايات ومصاتب ده الضلالة الأولى الضلالة الثانية اللي في القرآن القرآن والبدع المريمية يبقى شفنا الضلالة الأولى محاول تغيير ناسا بالمسيح وتحويله من صبت يهوز إلى صبت آل أمران شفنا الإشكاليات الكتيرة اللي في الجزئية دي الضلالة الثانية القرآن والبدع المريمية يجب أن ننتبه للضلالة دي بالذات لأن الدلالة دي جاءت يعني القرآن تعامل معها بنصوص قرآنية كثيرة جدا وأعتقد أن البدع المريمية هي الإيمان الرسمي للمسيحيين وأقول مرة تانية أو تالتة أن كلمة المسيحيين لم تتواجد نهائيا في القرآن لكن القرآن كان يتعامل مع بدع وهرطقات موجودة في شبل الجزيرة العربية وده يدل على أن كاتب القرآن إنسان وليس كتاب موحى به من الله الضلالة التانية القرآن والبدع المريمية الضلالة دي موجودة في كذا أو القرآن تناول في عدة آيات في صور مختلفة سورة المائدة 72 لقى قفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليوم السنة الذين قفروا منهم عذاب أليم المائدة 75 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ليه هنا ذكر الأم هنقول الضلالة إيه ارتباط الأم هنا في الآية وليه ذكر الأم صديقة كانا يأكلانا الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يقفكون المائدة 75 آية ثالثة في المائدة 116 قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أنك أنت علام الغيوب دي المائدة 117 دي رقم كام يا جماعة زكرنا الحدد دلوقتي ثلاث آيات تعامل بها القرآن مع البدعة المريمية آية تانية في سورة النساء 171 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وقلمته ألقاه إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يعني إزاي يقول لي ولد وإزاي يقول ثلاثة آية خمسة الأنعام 101 بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة هنا حشر الصاحبة بقى عشان ده مربوط بالضلالة قلتها مع سورة آل عمران 116 أنت قلت للناس اتقدوني وأمي إلى هيد من دون الله الآية دي مرتبطة كلية بالأنعام 101 بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم مستمر القرآن بيتناول قضية الولد ليه؟ لأنه شيء بضعة معينة بتقول حاجات معينة هنقولها دلوهادي إذن كل الآيات دي أنا ذكرت المتابع معايا المائدة 70 المائدة 75 المائدة 116 النساء 171 الأنعام 101 ندخل على البقرة 116 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانطون البقرة 116 مريم 35 ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه اتقضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كلمة يتخذ كلمة يتخذ معناها شيء بعيد اتخذوا تبنى نروح لمريم من تمائية وتمانين لتلاتة وتسعين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تنفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا اندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل من في السماء إن كل من في السماء والأرض إلا أتى الرحمن عبدا هل اكتفى القرآن بدأ لا دا مازال مكمل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك الإسراء 111 الذخرف 81 كل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين يونس 68 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض المؤمنون 91 ما اتخذ الله من ولدا وما كان معه من إله الكهف أربع وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الأنبياء 26 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد المقرمون الفرقان آية 2 الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الزمر أربعة لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء الجن ثلاثة وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد حتى اسم صاحبة هنا آخر سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد سورة الإخلاص الآيات دي كلها أنا هعدها عشان أعرف كم آية هنا المائدة 72 واحد المائدة 75 اتنين المائدة 116 تلاتة النساء 171 أربعة الأنعام 111 خمسة البقرة 116 ستة مريم 35 سبعة مريم من 88 لتلاتة وتسعين ستة وسبعة وتمانية لأنها مقرارة تلات مرات الإصراء 1111 عشرة الضخرف 81 11 يونس 68 12 المؤمنون 91 13 الكهف 4 14 الأنبياء 26 15 الفرقان 2 16 الزمر 4 17 الجن 3 18 الإخلاص الآية السورة كلها 18 أو 19 آية بتتكلم عن إزاي للرحمن يقول له ولد إيه الاتقرار ده ما تحل القضية في نص ولدين إيه التقرار الممل ده بيركز على قضية معينة بيركز على فكرة معينة طالما بيركز على فكرة معينة وقررها 18 مرة جوه القرآن إذن كان فيه شيء ما قدام محمد إيه اللي كان موجود قدام محمد إيه العبادة اللي كانت متواجدة في شبه الجذيرة العربية ما بين نصارى نجران واللي كانوا موجودين ومنتشرين والأفكار دي كانت وصلة لمحمد وصلة لمسامع محمد أو بالأحرى أو بالأدق وصلة لورقة وكان ورقة يرفضها اللي كان موجود في شبه الجذيرة العربية جماعة البدعة المريمية هي فئة أو بدعة خارجة يطلق عليها المسيحيون اليوم هرتقة المريميين أو بدعة المريمين زارت العقيدة المريمية في بعض الكتابات الأبوكريفية التي انتشرت في نهاية القرن الثاني وحتى السادس الميلادي وبدأت تذهب إلى شبه الجذيرة العربية ومع الوقت اندثرت هناك والتي تضمنت الكثير من القصص الشعبية حول شخصية مريم العذراء لإجباع رغبات عامة الشعب الذي لم ينالوا حظا وفيا من العلم كان لهم إنجيل مثل إنجيل ميلاد مريم إنجيل شبيه متى كتاب منام مريم الذي انتشر في القرن الرابع وإنجيل البداية ليعقوب بدايتهم بداية طلعوا من المجموعة المريمية الفكرة المريمية المريميين طلعوا من كانت بداية هذه الهرتقة مقونة من مجموعة غامضة كان أغلبها من النساء المتعبدات تقودوهن كاهنات يعتقد أنها نشأت في تراقيا أسية صغرى وامتدت إلى عالي ثيثية تقريبا إلى الغرب والشمال من البحر الأسود وبدأت تتحرك 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 كلما واجهتها الكنيسة في أنطاقيا أو في الشام أو في الأراضي المقدسة أو في مصر بدأت تتحرك تجد تبحث عن يعني بيئة تستطيع أن تتواجد فيها وتجبر وتنمو فيها كتب عنا في القرن الرابع الميلادي أبي فانيوس سنة 315 403 أبي فانيوس أسكف سلاميس ضمن قائمة البدعة التسعة التاسعة والسبعين وكانت اسميتهم في البداية باسم الفطائريين قبل ما يطلق عليهم المريميين كان اسمهم الفطائريين منين جاب الاسم أبي فانيوس الذي هو أسكف سلاميس منين جاب اسم الفطائريين لأنهم كانوا يقدمون نوعا من الفطائر كعك يعني من الفطائر قطط حيات لمريم العذراء معقبا أن هؤلاء النسوة المتعبدات هن كهنات مريم العذراء يعبدونها كإله في حد ذاتها ملكة السماء بتقوس غريبة يتم تزين كرسي أو عرش مربع وينشرون فوق قطعة من القماش الكتان أثناء وقت المراسيم وفي بعض الوقت الرسمي يضعون عليها ذبيحة كعكة الرقائق المحمرة كعك الكوليريس كما يسمونها كده الكوليريس يقدمون باسم مريم كما يشترك المصلون في الكعكة المقدسة ومن بعد ذلك انتشرت هذه البدعة في الجزيرة العربية في القرنين الخامس والسادس الميلادي وظل تأثيرها إلى القرن السابع الميلادي اللي بدأ فيه الإسلام اعتقادهم اعتقاد البدع المريمي أو الفطائريين أو المريمين اعتقدهم ايه اعتقدوا في ثالوس مكون من ثلاثة منفصلين رأس الثالوس الأول الآب والابن ومريم العذراء الآب يؤمنون أن الآب عاشرة بطبيعته مريم العذراء طبعا حاشة معاشرة جنسية اللي هي الأم وكانت نتيجة لهذه المعاشرة الجنسية ولد المسيح الإب هذه الارتقة الدينية المريمية هو ما أشر إليها القرآن في سورة الأنعام بديع السماوات والأرض أن يكون له ولدا ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم أو اندعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد سورة مريم وقالوا أيضا العذراء ولدت ابناها بطريقة معجازية مثل ولادة المسيح الذي قد أشير إليها أو أشار إليها القرآن وأشار القرآن أيضا في سورة المائدة 116 إلى هذه الجزئية وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم المائدة 116 هذه الفئة الضالة ألهت العذراء مريم عبدتها أدموا لها الفطائر وقراث العجائن كان يضعون الفطائر ويتجدون أمام كرس مزين أو عرش مزين يتعبدون للعذراء مريم يعني اتكلم عنهم ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح ودعاهم المريميين واتكلم عنهم ابن بطريق ودعاهم بالمريمية البربرانية وقال عنهم أن المسيح وأمه إلهان من دون الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هي دي الفكرة فكل الآيات القرآنية بالنصوص التي تتحدث عن كلمة ولد كلها بتتكلم عن البدعة المريمية كلها بتتكلم عن البدعة المريمية فالآيات دي والأفقار دي لظن محمد أن النصارى اللي هو بيتعالل معهم في شبل الجزيرة العربية قال له العذراء وجعلوا لله صاحبة والصاحبة دي نتج عن علاقة ما بين الله طبعا حاشة كلام لا يليك أن نقوله على الله لكن حسب النص الكرآني والبدعة المريمية فنتج عن هذه العلاقة المسيح الابن وده اللي المسلمين يصدقينه اليوم هذا وده الشيوخ المسلمين لوقت طويل جدا كان بيصدروا للمسلمين يقولوا إزاي ربنا يتجوز العذراء وإزاي يتقولوا على المسيح ابن الله باعتقادوا أن ابن الله جاي نتيجة لعلاقة زوجية جنسية ده كفر ده شرك ده حاشة زي الله يجول ده اللي ظل عالق في عقول المسلمين ده اللي ظل له تأثير على المسلمين وده اللي غزة القرآن ليه لأن كاتب القرآن لم يستطع أن يفرق ما بين البدع المريمية والإيمان المسيح الحقي واضح أن كاتب القرآن لم يكن لدي أي علم أو معرفة من جهة الإيمان المسيح الحقيقي إيمان المسيح ليس مرتبط إطلاقا بالبدع المريمية بل إن الكنيسة سواء في أنطقية أو في الشام أو في مصر أو في الحبشة قومت هذه البدعة تماما ورفضت كل أفقار هذه البدعة لأن هذه البدعة كانت بدعة وثنية متأثرة بالأفقار الوثنية ولا علاقة بالمسيحية بهذه البدعة يبقى لما أي واحد مسلم يقرأ قدامك سورة الإخلاص تفكر أنه الخلفية التي كتبت بها الصورة مع أن محمد واخد النص من صلوات للسوريان وهنقوله في حلقة بعد كده لكن ظن محمد أنه بيصحح إيمان النصارى أي نصارى البدعة المريمية وظن محمد أن النصارى أو في اعتقاده المنتسبين للمسيح كلهم في ربوع الأرض كلها بتقول أن الله ولد وتولد بتقول وده مش موجود الله لم يلد ولم يولد مش موجود مش موجود في الإنجلي أخي المسلم صحة أفكارك أفكارك اللي موجودة في القرآن هي نتيجة لتأثر القرآن بالبدعة المريمية أخي المسلم ما فيش في الإيمان المسيحي أن الله له صاحبة وتجوز وخلف المسيح أخي المسلم عبارة ابن الله لا تعني أبدا أن المسيح مولود من الله ولادة جسدية نتيجة لمعشرة جنسية إطلاقا فما قاله يعني القرآن مغلب نفسه 18 نص في القرآن في أكتر من 16 17 صورة في القرآن يقررها القرآن عن عبارة ولد وهو بيتعامل معها ارتقى طيب بالأمانة أخي المسلم بالأمانة مش ده يدل على أن القرآن كتاب بشري بحت وأن كاتب القرآن لا يعلم أي شيء عن الإيمان المسيحي يسيب الإيمان المسيحي كله المنتشر في مصر والحبشة والشام وأوروبا كلها وفيه مناطق كبيرة جدا في أسيا يسيب الإيمان المسيحي السليم يسيب الإيمان المسيحي حسب الإنجيل ويروح لبدعة ويعتقد أن المسيحيين هم يؤمنون بنفسه طريقة البدعة دي ده يدل على أن محمد لم يكن له أي معرفة نهائيا بالإيمان المسيحي على الإطلاق على الإطلاق يبقى الضلالة التانية هي تأثر القرآن بالبدعة المريمية الضلالة التالتة الضلالة التالتة القرآن وبدعة أوطاخي طبعا كتير أول مرة يسمعوا الاسم ده ودي أيضا بدعة كان لها تواجد في شبه الجزيرة العربية ووركة بن نوفل كان يعلم هذه البدعة يعلمها جيدا لأن كان لها تأثير وتواجد وانتشار في شبه الجزيرة العربية إيه بدعة أوطاخي وفين في القرآن تأثروا ببدعة أوطاخ دي الدلالة التالتة القرآن بيقول في سورة المائدة 17 اللقاء قفل الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم هنا مطب ليه لأنه بحسب النص القرآني أعتقد كاتب القرآن هو محمد أن المسيحيين طبعا هو ما يعرفش حاجة عن المسيحيين فخليني أستخدم لفظ النصارى أعتقد محمد أن النصارى وهم الفئة اللي موجودة قدام عني وظن أن كل العالم اسمهم مسيحيين العالم اسمهم نصارى وزي ما قال له ورقة وزي ما كانت موجود في الفئة اللي قدام عني بيقولوا ويالفئة اللي قدام عني وهنشرح الكلام ده بعد شوية بيقولوا أن الله انحصر تماما في المسيح وأصبح المسيح جسد خيالي متحرك مش جسد حقيقي لكن هو عبارة عن لهوت وداب الناسوت في اللهوت كذوبان الخل في المحيط وأصبح المسيح بلا نسوت والمتحرك اللي بيأكل ويشرب وينام ويدخل الحمام وكل العبارات اللي جاي على ودن المسلم وعمال يسمع من الشيوخ إزاي الله يدخل الحمام ويتبول ويعمل هو لاغي فكرة الناسوت ليه لأن القرآن أعيل له كده لقفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم ليه لأن القرآن اتعثر ببدعة أوطاقي اللي بيقول أنه الناسوت داب في اللهوت داب ما فيش اتحاد لا داب في اللهوت كذوبان نقطة الخل في المحيط فلا تلاشى الناسوت تماما أمام اللهوت وأصبح المتحرك جسد خيالي مش جسد حقيقي جسد خيالي اللهوت ظاهر به جسد خيالي لكن فعليا ده لهوت متحرك وده النص الكرآن لقى قفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم المائدة 117 المائدة 72 سوريا المائدة 17 يقرر الآية ثانية في المائدة 72 لقى قفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم ليه هو سمع البدع دي بتقول أنه نسوت داب يبقى المسيح المولود من مريم جسدا كاملا كنسوت داب تماما في اللهوت فأصبح المتحرك ده لهوت متحرك له شكل خيال جسد شايفوا بخيال بحدود جسد بس هو مش جسد حقيقة بدعة أوطاخ من أوطاخ ده كان منتشر في شبك جذر العربية دي الضلالة الثالثة في القرآن شوفوا أخي المسلم القرآن بينقل إيه شوف أخي المسلم القرآن محدود بأفكاره كم شوف أخي المسلم القرآن متأثر بيه بدعة أوطاخ من أوطاخ ده أوطاخ ده كان موجود من سنة 378 لسنة 454 ميلادية واستمرت بدعته لتقريبا القرن الثامن لها تأثيرات تلاشى وجودها من الشام ومصر والحبشة وأصبح موجود لها أثر في شبه الجزيرة العربية ممكن أن ينطق أوطاخي أو يوطيخة أو أوطاخية أو أوطيخس أو أوطيخة يعني كل المساميات دي ممكن تتقال على أوطاخي دخل الرهبانة في سن صغير في مدينة قسطنطينية يعني في تركيا حاليا وتعلم على يد القديس ماكسيموس الذي كان محاربا للفكر النسطوري وقد اتخذ من ديل ماتيوس رئيس الدير قدوة له وديل ماتيوس هذا هو الذي حمل قرارات مجمع أفسوس الثاني في عصاه لما كان بيحرب البدعة النسطورية اللي كانت بتقول أنه المسيح طبيعتين منفصلتين تماما وسلمها للإمبراطور في سن الثلاثين أوطاخي تم رسامته كان وبعدها أصبح رئيس الدير وكان مسؤول عن 300 راهب وظل رئيسا للدير لمدة 30 سنة وهو دير أيوب في الحي السابع من مدينة قسطنطينية ولهذا كان موقع هذا الدير يعتبر خارج مدينة قسطنطينية لنسك وتعبد وتقوى هذا الراهب في بداية حياته قد كان يتمتع بمكانة كبيرة جدا عند الإمبراطور تيو اوديوسيس الثاني وكان أيضا صديقة للبابا كورولوس الأول المسمى بعمود الدين وكان في بداية حياته ضد تماما ومحارب بشراسة لبدعة هرتقة نسطور فمن شدة اهتمامه بوحدة الطبيعتين نسطور كان يؤمن بطبيعتين منفصلتين الكنيسة الأرزوكسية تؤمن بطبيعة واحدة لكن الطبيعة واحدة ده حاضر فيها أو دار فيها اللهوت كامل والناسوت كامل متحدين طبيعة واحدة فيها اتحاد ما بين اللهوت والناسوت من شدة محاربته لبدعة نسطور ومحاولة الدفاع عن الإيمان الأرزوكسي المؤمن بوجود طبيعة واحدة في المسيح مش طبيعتين منفصلتين زي ما نسطور قال وقع في خطأ كبير جدا هو الخطأ الكبير اللي وقع فيه أوطاخي عمل فكرة جديدة جدا اسمها فكرة الطبيعة الوحيدة مش الطبيعة الوحدة الطبيعة الوحيدة أو طبيعة وحيدة شوفوا الفرق ما بين طبيعة وحدة بس اتحاد اللهوت بالناسوت لأوطاخي من قطر محاربته لنسطور طلع بدعة جديدة قال المسيح بطبيعة وحيدة يعني طبيعة وحيدة يعني لغى وجود الناسوت وقال أن الله اللهوت هو المتحرك على الأرض وأن الناسوت داب داب تماما في اللهوت هو داء أوطاخ يا جماعة قال أن الطبيعة البشرية للمسيح ابتلعت وتلاشت في الطبيعة الإلهية وكأنها نقطة في المحيد وبهذا قد أنقر ناسوت المسيح حرمه القديس القديس ديس كورس وعاد فتظاهر بالإيمان السليم فرجعوا بعد كده حرموا أيضا القديس ديس كورس على أساس أنه رجع من الهرتقة وبعد كده رجع تاني لهرتقته أعلنوا فساد عقيدته في مجمع خلق دنيا سنة 451 كما حرمته الكنيسة القبطية أيضا بدعة أوطاخي أطلق عليها بدعة واحدة يعني بدعة الطبيعة الوحيدة كان يؤمن أن كلمة الرب الإله نزل من السماء بلا جسد صار جسدا من ذات جسد العذراء دون أن يتغير أو يتحول بطريقة هو نفسه يعلمها ويريدها وهو الإله الكامل قبل كل الظهور هو بعينه صار إنسانا كاملا لأجلنا ولأجل خلصنا وأن الشكل المسيح الجسدي ليس مثل إنسانيتنا ولا من ذات جوهرها فنادى بوجود طبيعتين قبل حلول اللاهوت في الجسد أي قبل الاتحاد ما بين اللاهوت وصارت الطبيعتين واحدة وذاب الناسود جوه اللاهوت يعني أصبح المتحرق هو لهوت بشكل جسدي ليس جسد حقيقي بطبيعة ليست طبيعة بشرية وليست طبيعة مشابهة لنا دي الضلالة التل حقيقة أنه فيه ضلالات كتيرة جدا يعني فيه الضلالة الرابعة أولا بسرعة هي ضلالة بدعة الدوستية ودي ضلالة أنه المسيح كان عبارة عن ظهور للهوت فقط فيه ضلالة اللي خاصة بالصليب اللي هي الضلالة الخمسة اللي هي أيضا متاخدة من الدوستية أو من الغونسية اللي هي باسيليدوس اللي هو أنقر صلب المسيح واعتقد أنه اللي تصلب هو سمعان القيرواني وأن المسيح وضع شبهه على سمعان القيرواني وسمعان القيرواني هو اللي تصلب مكان المسيح والمسيح كان واقف يتفرج ويضحق ويستهزأ باليهود وسمعان القيرواني بعد كده المسيح نفسه خاد شكل سمعان القيرواني وصاعد به للسماء هو ده اللي تأثر به القرآن هيكون لنا استكمال الموضوع ده لأن الموضوع ده مهم جدا أن نساعد إخواتنا المسلمين يعرفوا أن الآيات القرآنية جاية منين ومصدرها إيه ومحمد كان متأثر بإيه وإيه الهرطقات التي كانت موجودة في شب الجذر العربية وبناء عليها محمد نص أو وضع أو نظم آيات قرآنه ليس حسب الإيمان المسيحي لكن حسب الهرطقات التي كانت منتشرة في شب الجذر العربية خلاصة القول لم يكن القرآن يعرف أي شيء عن المسيحية ولم تذكر المسيحية داخل القرآن نهائيا لكن كل آيات القرآن وكل نصوص القرآن المختصة بالمسيح كانت من خلال تأثر ببدع كانت منتشرة في شب الجذر العربية نهاية الكلام هذا يدل على أن القرآن ليس كتاب موحى به من الله وهذا يدل على أن القرآن كتاب كتبه محمد معتمد على مصادر مختلفة والمصدر الأول هو روح ضد المسيح هو الشيطان خلف القرآن بنعمة الرب لانا لقاء الأسبوع القادم وموضوع جديد وينكلنا استكمال الموضوع ده في حلقات قادمة بنعمة الرب أترككم في رعاية الرب الإله القدير والرب معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة